مفردات البطاقة التموينية التي أصبحت تتلاشى عاما بعد عام في ظل الوعود الحكومية في زيادة مفردات هذه البطاقة والتي تعين أصحاب الدخل المحدود من الفقراء والمحتاجين رغم قلتها وانقطاع بعض موادها من شهر إلى آخر بس الدهن والشكر الباقيات كلها موزينة تم الموزين عندك بعد ما عندك شي بس الدهن والشكر والثمان والعدس والفاصول يطنعها نحن كلها ما نستعملها كلها موشي يعني مو مثل هاي مال السوق مال السوق أحسن بس أنا أقول لك الدهن والشكر حتى الدهن موزين هاي الحصة الثلاغيرة الدهن موزين مال حصة مواطنين أكدوا أن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض بسبب قلة توزيع مفردات بطاقة التومينية ورداءة جودة الأنواع الموزعة فيها ما سبب مشكلة كبيرة تضاف إلى مشاكل المواطن العراقي البسيط والذي يعاني من ارتفاع الأسعار في الأسواق لا سحدها نفس الأسعار ثابتة هي استصالت الأسعار بالبداية قبل شم شهر بس استصال حدنا يعني على البطاقة التوميني هذا الجديد الذي وعده بها حكومة لا يوجد شيء حتى لا يوجد صعود يعني وزعه وتشماد يعني مواد الأساسية حتى يتفرق عند العالم الأسعار الأسعار الغذائية ثابتة لا يوجد صعود حتى الآن بطاقة التومينية حتى زينة يعني زينة يعني عند قبل تختلف يعني حتى الآن من صرف بها معجون ومن هاي صوال في هذه يعني تحسنت البطاقة التومينية موث القبل يعني قبل كان تشكر آية و مشكلت هذه الشكلات لا يكفن لكن الآن بشأن الحمد لله زينة يعني فيها معجون بها فاصولية بها عدس معنى بها يعني بها جيدا فيما أشار البعض على تحسن مفردات البطاقة التومينية مقارنة بالأعوام السابقة من خلال إضافة بعض المواد الإضافية بعدما كانت تقتصر على مادتين أو ثلاثة مواد معاناة أخرى تضاف إلى معاناة المواطن العراقي وهي رداءة وقلة مفردات البطاقة التومينية التي يأمل المواطن العراقي في تحسينها رغم الوعود الحكومية التي تطلق عاما بعد عام لقناة سامراء الفضائية وبرنامج استراحة الظهيرة سيف المهندس بغداد